بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله عزيزيك الله وفي فيديو جديد سنشرح إن شاء الله في هذا الفيديو قواعد الاشتقاء وهو من دروس تأسيس في رياضيات الصف الثاني عشر توجيهي سنبدأ في البداية بالقاعدة الأولى والقاعدة الأولى هي تحدث أنه في حالة كان عندك مشتقج جمع أو طرح أو اقترانين بين اقترانين أو أكثر فإن هذه الاشتقاء سيتم توزيعه على كل الاخترانين مع الاحتفاظ بالإشارة بين هدين الاخترانين وسنعرض الآن مثال على هذا الموضوع كمثال على هذا الموضوع قاف السين يساوي اقتران خمسة سين تربيع وقاف السين يساوي اقتران وطبعا هنا أقتران آخر ليس قاف ولكن هنا ها ها اقتران ها السين يساوي أربعة سين أس ثلاثة طبعا هنا يريد في البداية أن تكون العملية جمع بين اقتران قاف والاقتران ها اذا هنا سنقوم بعملية اشتقاق للاقتران قاف والاقتران ها طبعا قاف الشرطة كما تحدثنا سابقا في الدرس السابق وستجدوه في قوائم التشغيل خمسة سين تربيع ستصبح الاثنان سنقوم بضربها بمعامل السين فيصبح عشرة سين ونفس الاثنان سنقصها من واحد فبالتالي سيكون واحد بينما الاربعة والسين والثلاثة الثلاثة ستضرب في المعامل سيكون عندي اثنى عشر ونفس الثلاثة الاستنقصها من واحد ستصبح اثنان طبعا هذا بالنسبة لمن لها الشرطة سين طبعا هنا اصبح عندي اقتران قاف الشرطة سين وها الشرطة سين فساعة عملية الجمع هنا عشرة سين وهنا اثنى عشر سين تربيع فهو هكذا عملية الحل لكن هنا في الطرح سنقوم بعملية طرح اذا نفس الامر هنا عشرة سين لكن الاشارة بين العمليتين بين القاف والها هي بين الطران قاف والطران ها هي ماقص ماقص اثنى عشر سين تربيع من ثم سنقوم بالتعويض عن قيمة سين باثنين اذا عشرة ضرب اثنان ماقص اثنى عشر ضرب اثنان تربيع فبالتالي عشرة ضرب اثنان سيكون عشرين وهنا اثنين في اثنين اربعة ضرب اثنى عشر سيكون اه هي عبارة اه تمانية واربعون طبعا العملية هي طرح اثنين طرح فالعملية تبقى كما هي بين الاقترانين سالب تمانية واربعون فسيكون الجواب كما ترون امامكم وهو سالب تمانية وعشرين اه في القاعدة الاخرى من القاعدة الثانية وهي عبارة عن مشتقط حاصل ضرب اقترانين وتساوي الاول لاختران الاول ضرب مشتقط الاقتران الثاني زائد الثاني ضرب مشتقط الاقتران الاول بمعنى عندي اقتران ها ضرب الاقتران اه قاف اقتران القاف ضرب الاختران الاقتران للالح دون عملية اشتراق اه طبعا اسف اقتران القاف للالف اه ضرب مشتقط الثاني وهو اه اقتران للها فيصبحها الشرطة الالح طبعا نحن نعرف ان الشرطة الدليل على ان هناك عملية اشتقاق للاختران ومن ثم اه اقتران لها بدون عملية اشتراق ضرب مشتقل الاول. كمثال حتى توضح هذه الامور. هنا اقتران القاف. السين يساوي ثلاثة. اه سين تربيع نقص خمسين. هنا الاول. وهنا من الثاني. وبينهما ماذا? بينما هو عملية ضرب. طبع عملية المشتقة الاولى ستكون كالتالي. اه الاول كما اه يظهر امامكم ولا نعمل فيه اي شيء نبقيه كما هو. ومن ثم نضع مشتقة الثاني. طبعا للعلم الاول اه اشتقاكم مشتقة الاول. طبعا اه سيكون عندي تلاتة سين حتى نكون واضحين في الامر. اه المعامل اتنان في تلاتة ستكون ستة سين ناقص خمسة. طبعا السين اه اشتقاكم خمسة سين فقط نأخذ المعامل لكن عندما يكون كثير الحدود اتنان سنقوم ناقصه من واحد. اه وهنا بالنسبة هذا بالنسبة للأول. هذا بالنسبة للأول. بالنسبة مشتقة الثاني. ستكون عندي طبعا الرقم سفر هو الاربع المعامل السيني يبقى كما هو سيكون سالب بالارض. اذا هنا الاول ضرب مشتقة الثاني. ومشتقة الثاني هي سالب اربعة كما تحدثنا آآ لديكم. ومن ثم مشتقة الاول. وهنا آآ الثاني كما هو ضرب مشتقة الاول. آآ وبالتالي نفس القانون السابق التي تحدثنا عنه هو في البدء. بعد ذلك آآ اذا اراد ان تقوم بالتعويض بواحد فقط استبدل سين بالمتغير. المتغير بالثابت المطلوب ومن ثم عمليات حسابية حتى تصل للرقم المطلوب. القاعدة الثالثة وهي مشتقة آآ خارج القسمة. وهي آآ ستكون بهذه الصورة هي مربع المقام. مربع طبعا مربع المقام. على مشتقة او آآ طبعا هنا سنبدأ في المقام ضرب مشتقة البسط. ضرب مشتقة البسط. ناقص. طبعا هنا نريد ان ننوه ان لابد ان تجعل عندك اقواس. آآ سنبدأ. هنا كانت المقام هنا ستصبح آآ وهنا مشتقة البسط. لا هنا سيصبح عندك. آآ البسط ضرب مشتقة المقام. ضرب مشتقة المقام. طبعا هذا القانون لابد ان تخفضه. بالتالي لو كان عندك طران قاف تقسيم الها. القاف في البسط والها في المقام. فهنا مربع المقام. ومن ثم هنا المقام ضرب مشتقة البسط وهو قاف. ناقص. لا بد ان تضع اقواس لحاصل الضرب. مشتقة البسط المقام ضرب البسط. او البسط ضرب مشتقة المقام. آآ سننظر هنا مثال. طبعا آآ هنا اقتران قاف اقتران الها. طبعا لا بد في البداية قبل ان تبدأ بعملية الحل. ان تقوم بعمل مشتقات حتى يسهل عليه. عملية الحل طبعا مشتقة الرقم سفر والاثنين سين هو اشتقاق كما تحدثنا سابقا. اثنين سين لانه هنا الاثنين سينزل مع المعامل في حاصل ضرب معامل واثنين ناقص واحد. بينما مشتقة الها شرطة. الى السين آآ الرقم سيكون سفر وسين ستكون واحد سيتبقى لدي فقط سالد ثلاث. اذا هنا نفس القاعدة التي حدثنا عنها مربع المقام فالمقام عندي هناها فهو اتنين اتنين ناقص تلاتة سين كل تربيع ومن ثم المقام اتنين ناقص تلاتة سين ضرب مشتقة البسط مشتقة البسط قلنا انها اتنين سين ناقص نفتح قوس بشكل اساسي آآ البسط كما هو هو من ثم في مشتقة المقام. ومن ثم سنقوم بالتعويض بواحد بدل المتغير سين وكم سيكون الجواب في النهائية سيكون اثنان وعشر. هكذا نقوم قد لخصنا هذا الدرس. وآآ اذا اردتم ان نكتب عليه اسئلة اثرائية اكتب لنا في التعليقات وسأكون بعرض اسئلة على هذا الدرس بشكل آآ واسع. شكرا لنحس استماعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.